كان حلم قديم نفسه يحققه بس ما كانش متخيل انه هيكون وش استعد عليه وهيجيب له فلوس كتير ويبقى واحد من اهم اللي بيتجره في الخيل في مصر ولكن متخيل انه يخلي عنده ملايين ده حتى الموضوع بدأ من حبه للحمار عمر احمد استقم اخصى حبه للخيل بالعكس تماما مفيش مناسبة ظهر فيها الا وقال هو بيحب الخيل قد ايه منه هو عائل صغير بداية من انه هرب من البيت في عربية الزبالة اللي كانت بتيجي تحت بيته هو طفلة علشان يلعب مع الحمار البيجور العربية لغاية ما وصلت بيه هو شاب انه يروح معه للسينما بالحصان احمد استقم كان عنده شغف وحب جنب السينما والتمثيل للخيل والموضوع كبر واتطور معاه لحد ما كبره بقى نجم كبير ظهر في بدايته الفنية بخيل زي شرط وفن اللوكاب وغيره من الاعمال او اي عمل بيشارك فيه بيبقى متحير كف حصان بيعمل ده بس الموضوع موقفش هنا خالص فبدأ يجيب خيل في التاني ويعمل استبلة بخيول بتاعته ملكه وينوع ما بين الخيل العربي واللي شاريه من بلاد اوروبية واجنبية واللي بيوصل سعر الواحد منه الملايين اوقات كتير بدأ الساقة واحدة واحدة يبقى عندهم مزرعة خيل كبيرة فيها اشكال والوان من الخيل مش بس كده لا لا خاد الموضوع خطوة استثمارية مختلفة وبقى بيتاجر فيهم ووصل سعر واحد فيهم لمليون جنيه سترليني اه السعر فعلا وصل لكده ومش دلوقتي ده كان من كم سنة فاتر يعني الحصان الواحد دلوقتي عدي ملايين كتير وبقى هو ده استثمار احمد الساقة الكبير واللي عايش عليه في حياته حتى لو ما اشتغلش في السينما والتلفزيون وما كانت الناس بتسأله وبيصرف ازاي ماديا ولي ما عملش مشاريع زي بقى الفنانين ما كانش حد بيلاقي ايجابة لاني ناس كتير ما كانتش تعرف انه حول هويته وشغفه وحبه للخيل لتجارة يكسب منها وما حب يستثمر في نفس الطريق عمال نادي للفروسية وخلى حياته بقى كلها خيل وما كاسب من وراء الخيل ما حاجة مش اي حد يعرف يشتريها ولا يتاجر فيها ولا حتى يتعلمها كانت من المفاجآت ان احمد السأل لما تسأل هو بيحب الخيل اكتر ولا عياله معرفش يرد على السؤال ده وقال مهم عيالي بيحبوا الخيل زي واكتر مني الاجابة صدمت ناس كتير هو معقول ده يكون الرد وشغفه يطغى على حب الولاده اما بقى كريم عبدالعزيز فقال حاجة غريبة جدا عن صاحبه وقال راح له المزرعة مرة ولقى بيعامل الخيل بطريقة غريبة جدا وبيدربهم بشكل كان اول مرة شوفه هو انه يتعمل معاهم على انهم كلاب ويدربهم ويلعب معاهم زي ما اي حد بيلعب مع الكلاب وقال بنوع من السخرية المفروض يسحبوا منه الخيل دي بدل اللي بيعملوا فيهم مزرعة احمد السقا واللي فيها اشكال والوان من الخيل فيها كمان ملعبين واحد للكورة والتاني للحصنة تلعب فيها وتتبسط وهو كمان يتبسط بيهم ما هو بقى خبرة سنين كتير عنده اللي متدربة على الرأس بس والعربي الاصيل وبتاع السباق وبيعرف يتعامل معهم كلهم حتى اللي بتتعب بيعرف يتعامل معاها لحد ما ييجي المختص ويعالجها ولو مش لقي احمد السقا وعاوزه في اي حاجة ضروري هتلاقيه هناك ياما لوحده مع الخيل ياما مع اصحابه اللي زيه بيحبه الخيل واللي منهم في الوساط الفني مصطفى شعبان واللي من كام سنة برضو بقى عنده الاستبل بتاعه وبيشتري خيل ومهوز بيه وبيدفع فيه ملايين بدأ من قريب برضو يدخل في سكة التجارة فيه بس الخطدة في حياته محدش يعرف عنه حاجة غير القريبين قوي منه وبقى هم اكتر اتنين مشهورة عنهم موضوع الاستبلات والخيل بس بقى اللي بيربي الخيل لمزاجه فهو باسم صمرة ابن نزلة سمان واللي برضو عنده استبل خيل وحرف فيه بس مش بيتاجر في الموضوع عشان هو عنده هوية ومزاج وشفنا في اكتر من برنامج وبيستعرض مهاراته فيه من حبه فيهم وانه عايشته لحياته مع الخيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة